انا بس يعني احنا النهاردة افتكرنا في بداية الحلقة كابتن سابت البطل ربنا ارحمه واحد من النجوم الحقيقة والاساطير في تاريخ النادي الاهلي وانا اعتقدنا في فترة كبيرة جدا قضيتها مع كابتن سابت وقربت منه واحد اكيد بيه تحب تقول ايه الجماهير النادي الاهلي عن سابت البطل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا السنة الستاشر على رحيل كابتن مصر ونادي الاهلي كابتن سابت البطل يعني رب نصبر قسرته طبعا الحاجة التانية طبعا بنحيي طبعا الكابتن محمود الخطيب انه هو بيتطمن على قسرت كابتن سابت البطل ويعزيهم للسنة الستاشر ده يمكن بيجي من خلال العشرة اللي احنا تواجدنا فيها كجين السبعينات حتة الخوة وحتة الصلة وحتة الرحم اللي بينا وبيننا بعض الحمد لله يعني الناس مش ناسية سابت البطل يعني عزة عرب بس جمهور النادي الاهلي او افكر جمهور النادي الاهلي بسابت البطل سابت البطل اللاعب حارس المرمى اللي هو اقرامي كانوا سد منيع بشكل كبير جدا لجيل السبعينات سابت البطل كان له انجازات مع النادي الاهلي من خلال الدوري وكاس مصر 25 بطولة مع النادي الاهلي سابت البطل اللاعب الفضل يحرص مرمى النادي الاهلي فترات طويلة ومرمى منتخب مصر سابت البطل الاداري من افضل الاداريين اللي جون في تاريخ النادي الاهلي في مكان مدير الكرة حقق مع النادي الاهلي حوالي ممكن 6 سنوات برضك بطولات كثيرة جدا يعني انا كان لها الشرف ان انا اكون من ضمن الناس اللي عشرة سابت البطل كلاعب وفي نفس الوقت كاداري كمدير الكرة وانا كنت من ضمن الجهاز الفني اللي موجود في خلال 6 سنوات من 95 ل 2000 2001 مع مستر هولمن ومستر سبل الاثنين الالمان فعاز اقولك كمان يا احمد ان سابت البطل من حبه في النادي الاهلي واخلاصه النادي الاهلي مات في الملعب يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتوري لك عيش لعبة النادي الاهلي وعيش المسؤولين ما اتأخرش ابدا عن النادي يعني في اي لحظة في كده في اوقات معانا اللي كنت بتكلم مبارح على المصلحة وان المصلحة دايما بتحكم ومن حق اي حد يندور على مصلحته سواء فيه انه يكتب تاريخ لنفسه او انه يحقق مكاسب او انه يحقق شهرة او انه يوصل لمنصب معاين بيحلم به وده حق طبيعي مكفول لكن سابت من الناس اللي كنت دايما تحس انه بيقدم مصلحة الاهلي على مصلحته ولو حصل تعارض بين مصلحته ومصلحة النادي الاهلي يختار مصلحة النادي الاهلي حتى لو على حساب مصلحته وده من النادر شوية كابتن الاهلي اسمحة طبعا لكن هو عشقه للنادي الاهلي وحبه النادي الاهلي واخلاصه للنادي الاهلي ورجلية سابت البطل ابن الحومدية المحترم ربس سعيدي الجدع معانا كابتن علاء مايهوب يعني ولاد الحومدية هم الاثنين وكان برضو فيه بينهم ومن بعض رصيد كبير جدا كابتن سابت على حد كلام كابتن علاء بيقول كان زي اخول كبير الحقيقة وكان بيرعاه دايما يعني وفيه ارابة كمان بينهم وبين بعض يعني فانا عازة اقولك ان من ضمن المديرين المحترمين اللي واحد اشتغل معاهم كمدير الكورة كابتن سابت البطل وقابليه بقى كابتن حسن حمدي برضك من ضمن الحاجات المحترمة اللي احنا قدرنا نستفاد منها بشكل كبير جدا فسابت البطل لو هنفضل نتكلم عليه عايز حلقات يا احمد بصراحة صحيح ومن الناس اللي خلقت خريطة لمنهجية عمل مدير الكورة في مساعب تقالي انه الاجيال الجديدة اللي طالع عارف يعني ايه مدير الكورة او نموذج مدير الكورة من خلال المشوار بتاع كابتن سابت البطل اللي بتصور انه كان واحد من انجح مشاوير اللي خدها مدير الكورة في النادي الاهل وده اللي بيحصل التواصل اللي بينه الاجيال اي اشتركوا في القناة